تثبيت طابعة جديدة على جهاز الحاسب بتشتري طابعة جديدة وبتيجي تركبها على الكمبيوتر فده كمبيوتر بيتعرف على الطابعة وبتدي يدخل لها البرنامج اللي بيشغلها الكمبيوتر بيتعمل مع الطابعة ازاي؟ دي حاجة متغيرة طابعة غير الطابعة التانية طابعة دوت ماتريكس اللي هي بيسموها الامباكت برينتر غير الطابعة الانك جيت اللي هي نفاتة الحبر غير الطابعة الليزر غير الطابعة الديسك جيت كل واحدة لها طريقة في التعامل اللي بيحدد طريقة التعامل الكمبيوتر مع الطابعة البرنامج اللي بيجي مع الطابعة او ساعة البرنامج ده بيجي مع الكمبيوتر فلابد في اجراءات معينة اول ما تجيب الطبعة عشان الكمبيوتر يبقى قادر يطبع عليها ايه هي الاجراءات دي ان انت تثبت برنامج الطبعة الجديدة ازاي خدوها قعدة ان اغلب الطبعات بيجي معها cd تحطها على الكمبيوتر وتعمل لها installation او setup خطوة بخطوة برنامج بيشتغل لحد من البرنامج يقولك طب وصل الطبعة بالكمبيوتر وبيمشي الاجراءات واحدة ورد تانية ماشي انما برض بيجي الكمبيوتر نفسه او الويندوز نفسه اسف اغلب الويندوزات بيجي معها كمية كبيرة من البرامج الطبعات بتيجي فين وبنعمل الموضوع ده ازاي وليه الموضوع ده بنقول عليه عشان ده بيجي في الايه في الامتحان فلتثبيت طبعة جديدة لتثبيت طبعة جديدة بنذهب الى start button مفتح start ثم device and printer devices and printer خلاص نكلمين عن الطبعات نضغط عليها وادي devices اللي موصولة بالكمبيوتر وادي printers اللي موصولة بالكمبيوتر وحتى هنا تلاقي printer and faxes ماشي تعالوا لي انا عايز اضيف ايه اضيف برينتر فهنا هتلاقي فيها add device and add printer فانا هضيف ايه برينتر نضغط عليها ايه ديف برينتر قالك هتضيف local printer ولا برينتر على الشبكة ده احنا نضيف add local printer وده الجزء المختص بين منهج بتاعنا هنا هذا local printer فبيقولك موصول هتوصله باي بورت في بورت معناها بوابات ورا في الكمبيوتر بوابة خاصة بيسموها parallel port اللي بيوصل بيه كان اغلب البرينترات القديمة lpt1 ماشي الحال ماشي الحال فلو كان هو ده الموصول بي خلاص ولو عايزين اوريكم شكله هاوريه لكم دلوقتي اوكي تعالوا ندخل على الانترنت ونشوف lpport بحيث ان انتوا تكونوا ايه عارفين شكله lptport خلاص نضغط عليه ونقوله ده سمحت وارينا شكل lptport طبعا هو ده وهو ده ده ايه ده مش ده ده serial port انما ده ايه parallel port اللي هو parallel port خلاص لو دخلنا ويكيبيديا وهي دينا شكله ادي شكله الحالي وده شكله ناحية الطابعة فاذا كان موصول بهذا الشكل قوله اختاره ولا يكون اصدق usbport usb برضو نفس الشيء لو عايزين نشوف شكله هنرجع تاني ونقوله لا احنا يزين usp universal serial port خلاص ونقوله ورينا شكل universal serial port عشان برضو تكونوا ايه عارفين لا انا اسف usb خلاص usb port بخفيفة ونقوله وريغة universal serial port خلاص ادي هو زي ما انتم شايفين هو ده universal serial port بهذا الشكل خلاص فممكن يكون بهذا الشكل ويمكن يكون وممكن يكون كمان بعض الاحيان بيقى فيه printerات serial port شفتوها انتم من شواله serial port بس دي ايه الابليكيشن بتاعها والتطبيقات بتاعتها محددة على بعض الايه ادي هو universal serial port على بعض الابليكيشن على بعض الحاجات تبع اتصالات وبهذا الشكل طيب يبا احنا عارفنا فانت بتحدد من هنا بتقوله lpt1 او lpt2 او com لو serial port او هتلاقي عندك ال usb خلاص فانت اللي بتحدد بتقوله اه تبخليها على parallel port 1 وتقوله next بلك تبخطار الايه اختار الطبعة عندك brother عندك canon عندك هقول له مثلا hp بلك تبخطار الطبعة كام هقول له مثلا نختار اي طبعة كده ونقول له مثلا diskjet مثلا يعني 5000 اللي نزلت بالها اكتر من 12-15 سنة وتقوله بعد كده وتقوله next بشكل ده هيدخل ويجيبها من cd بتاعت الويندوز او يجيبها على الكمبيوتر بتاعت تقوله next وfinish هتلاقي زودالك هنا hp diskjet 5000 ماشي الحال برضو لو عايز تشيلها باليمين هتقوله ايه هتقوله remove device لو احنا مش عايز لانها هي مش موجودة عندنا بالاساس ماشي ونشوف اللي بعد ان شاء الله